السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل اخوة والاخوات المغاربة اينما كنتم في هذا الفيديو اليوم سوف نتكلم عن مسخوط الوالدين سوف نتكلم عن المسخوطة المقطرة مسخوطة امها اللي مصيفة امها للحبس عام ديال الحبس محناتش في امها ولا في اخوه صغير اللي كي عنك امها ويبوسها في اللايف قصة من بالله إلا يدش تقطع القلب اخواني اخواتي ولم يجب ان نسكتو على هذا الظلم وعلى هذا الحقرات التي تحقرت هذه المرأة ما عندها الاولى ولا تالى ذلك الوالد اللي عندها تشوف فيه سوف يضيع ولدها الوحيد اللي يحن فيها اللي يحن فيها واللي تعبات مسكينة لتخلص لي المدرسة ولا تتسعى ولا تتسعى في اللايفات تتسعى فنانين ومشاير يخلصوا لاغي المدرسة ديال الوالد ديالها والراجل كوز ليها في المغرب هذا قعمة مسوقة لفلدات الكابيت دياله هذا قعمة كاين في هذا العالم ما كاينش هذا نيبالا وهذه المعمعة كاملة وهذه العجاجة وهذه العافية كاملة اللي كتحس بها هذا المرأة وكنا عيالات وحسينها بهذا المرأة والشمتة اللي حاسة بها والضعف اللي كتحس به ما عندها احد شي واحد لا قريب لحنين ولا رحيم يعني لا بد أننا نوقف مع هذه السيدة لا يمكننا أن نجعل هذه السيدة بوحدتها لا حول ولا قوتين لا بالله العلي العظيم هذا النص فرحانين كي يشوفوا هذه البنت معادي يعلمها هذه البنت لا تبقى صغيرة هذه البنت لا تبقى قصير بلغة سن الرشد وهذا الفن وهذه الشهرة وكيف ما خير ودليل أمامك لأول مغنية الصورة ما نفعتها في حتى شي حاجة النهار طاحت طح كل شي طاح ولات مكروهة الشعوب العربية وأي دولة في العالم يعني ولات مكروهة لا تبقى شي واحد يحملها ونحن نرى كل شي بعيننا لأنه اللي تتعدى تجيب لها ربي اللي يتعدى عليه كيتخلص وفي الدنيا سبحان الله كنشوفوا أنه الطاغي كيتخلص في الدنيا عاد غادي نشوفوا عقاب الأخيرة هادك هو اللخر وكيف ما كيقول لك اللخر انبخر هاد المسخوطة ديال الوالدين ما كيلين صح لا الأب ولا مرت الأب ولا الجدة ولا العمام ولا الخوال يعني ما كينت شي واحد اللي غادي ينصح كنشوفوا هاد شي كلهم بغيين الخدمة في هاد المراهات كل شي بغيين الخدمة في هاد المراهات هاد الزوج اللي مكوز هنا في المغرب يعني على الأقل الحاجة البسيطة اللي ممكن يدير هو أنه يدير بوجه الوليدات والخرين يدير بوجه الولد الصغير اللي يشده الأم الليلة مشات تلك الأم فين غا يمشي هذا الولد؟ هو يمشي عند الجدة يعني الهدف ديالكم أنه كل شي ولادها ما يبقىوش يحملوها كل شي يكرهها الولد الصغير غا تدخلوا لي الفكرة تدير أن أمك أنه أمك مشات الحمس واللات محابسية غا يكراموه ببساطة ببساطة غا يكراموه يعني غا تدخلوا لي شي ضرمشي يديك ووليد صغير ما فاهمت دغيا غا يكراموه ما يبقىوش يحمله سيعود يربي الكبدة إما على زوجة الأب اللي ستجيبوه يقلس معها أو على الجدة ينمشي مع جداته يعني هذا الشي اللي كنشوف فيه غير طابعي إخواني أخواتي وكنشوفوا أنه هاد المرأة كل شي ولادها نفروها هاد شيرها ماشي طابعي هاد الشي ماشي طابعي إخواني أخواتي أكيد الشعودة والسحر داخل صحاب الغربال داروا الخدمة ديالهم صحاب الغربال داروا الخدمة ديالهم يعني الشعودة معجونة نومة وما بقىوش تحشمو يعني دا شحال هذه كانوا كيدروا داكشيف الخافاء وكنا كنخرجوه كنقول كمرا كيدروا كيف يفعلوا ويتركوه ويعني كان داكشيف الخافاء يعني كاللي تيقنا وكاللي ما تيقناش لكن الان كنشوفوهم كيدروا تكشي عالانا كيدروا كل شي بالفاري الشفار اللي بغي يعقعق وما بغي يعق يضرب راسهم على الحيط يعني كل شي ولا كيدر عالانا الغربال والعلم الله شنو المخبي هادشي عاليبان هادشي عاليبان وقدم الصحافة اللي حيالة حشم الغربال فرعات وبرجلية يعني هاد الناس عندهم ما طقوس في الدم ما يمكنش يستغناءوا عليهم وكان شوفوا انو هاد الولاد نفروم هم في واحد الوقيته وهادشي ايضا كان ماشي طبيعي كان ماشي طبيعي اخواني اخوتي كيف ما شفنا في واحد الجلساجة وكلهم المتاهمات جوا بالتابيح يعني هادشي داخل فيه شعو هذا الله ينجينا وينجيكم اخوتي الله ينجينا وينجيكم اخوتي لا حوله ولا قوتي لا بالله انا بغيت غين عرف هاد الناس وش ما تيخافوش رب العالمين وش ما تيخافوش من الله قلبوا البنت على امها لدرجة انو البنت البنت فعيد الام تهدي الام دياله سنى سيجنا نافدا حبسا نافدا عام ديال حبسي يا اموي هذا قادو ديالك هذا قادو ديالك رضعتيني وولدتيني وتشرقت عليا وتعذبت عليا وصرت لياني عليا يا اموي وكبرتيني وقريتيني وربيتيني وفقتيني معايا في الصباحات وصيفتيني لمدراسة وهذا الشي في الاخير الجزاء هو عام ديال الحبس وباقي ما بردش اليوم الغالين مقرهوش يصيفتوا عشر سنين خمسة عشر سنة مقرهوش وهذا الشي اللي خلال مغنية بالبيجامتها بالبيجامتها احنا اليوتيوبرزو ما نقدروا نخرجوا بالبيجاما لكنها مشاير بالبيجاما اخوتي بالبيجاما عمو مريمشي فنانة ولا شي مغنية خارجة بالبيجاما بسكينة بعدش الوقت والوقت ما كانش الوقت ما كانش بكثرة الفرحة والناشاط الناشاط اخوتيخها طالعة شكران القنوات شكران الصفاحات شكران لكم القلب كتشكر رالي في الدنيا يطلب السلامة رالي مخرج من الدنيا مخرج من عقيفها راكي تنتي محكومة بعام وراكي في النقد والإبرام وسنسيجنا النافيدة نغدوزيها كل شي غايدو وزح بي بيس كل شي غايدو وزح بي بيس لكن التهم تختالف التهم تختالف السيدة ما بتزت ما هددت ما نصبت ما تشفت ما شوهت عبض الله متاشي حاجة ما حطت تصاور ولا فيديوهات دي الناس عريانة متاشي حاجة الحمدو الله هذاك عغلاط ماذا تشفت لها بنتا تكستولي لها دراديا بصاح في الدماغ هذاك عبر وشاف الاخر ذات ذاك الشي اللي بغيتو والسعور والشعوادة والغربال والطماجر والبرامل هاتش كله انتم لا تعرفوا تديروا في ذاك شي دياركم تبخها دياركم كتعرفوا تديروها هاتش كله داروا لذاك البنت ذاك البنت بسكينة انفاجرت صافي موقع تشوف امها ولا تباليها مكحل ضلام العديت��도 ضمة عامل سواء حقيقت Bucking سكانت نفرم عند القاضي يحكم بيناتنا ويفصل بيناتنا هذا الشراء لا يعقل هذا الشراء لا يعقل والذي عنده يد فهذا الشيء بين الأم والبنت يدين هذه الحالة رأى ملقى مع سيدة رب العلم الله يشير فيه الله رأى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أخوتي بنادم وقاطع يديه من رحمة سيدة ربي بنادم باش يشت مصحافي يقول يا ربي توب علي لا لا وما داروا غرباء شتفوا علي فارقعوه وقال لك حق ما حقه باش ما تعال واش ترجع للحبس واسيدي الطلبي في صلي المولاك واسيدي الطلبي مولاك يغفر لك ويسمح لك باركة من الجهل باركة من الشوهر باركة من الفضيحه الجهل مصيبك حلا شعودة سارية في الدم اللي باشار سلامة يا ربي صلامة يا ربي بنادم باش يلتجأ الله ويديعي لسيدة ربي كيف يدير الشعودة الغراب الهاتناجره لها حوله و القوتي الله العلي العظيم لا حولة ولا قوتين لا بالله العلي العظيم الشيطان غالب عليهم غالب عليهم تولوا يتخلصوا بيديهم كي يخليوا شربين اللي يتخلص ليهم كيتخلصوا بيديهم رأي السلامة يا ربي إنسان قاطع يدي من رحمة الخالق إذن كنشوفوا هذه البنت مسخوطة أمها مسخوطة أمها الله يجازيكم بخير إخواني أخواتي نحاولوا أننا نعاونوا هذه السيدة معنويا نشدوا لها بخاطرة نسيوها شوية نسيوها تسيداتي لأنه في غير واحد ما غير يبغيليه هذا الشيء هذا رأي السيدة ما حطت فيديوهات دي الناس عريانا ما بتزت ناس ما فضحت مشاعير ما فضحت المغنيين ما تشي حاجة السيدة خلات عندها بنتها واحد القدر ديال الفلوس ديال 50 مليون ايوه السيدة فلوس بنتي لانت تتصرف فيهم عادي محسب لأشرة بنتها ضايرين بها شياطين الانس شياطين الانس شياطين في صفة انسان يعني ما حسب لأشرة بنتها غدت تقلب عليها رأي ذاك شي اللي خسرت عليكم مكامل رأي ما ترضيش لا تحكييك ديال دانونا حالة يا ابنيتي تين عني الشيطان والله يرد بك الله يرد بك عندك القلب اللي يوقفك قدام قدام القاضي وحداكم مكاسة تشهدي فيها نعرض الله وعيلك صبن صبن اخوتي المغربة خليتكم على خير هذا شيء يضر في الخطر فريمون فريمون يضر في الخطر وتشي واحد ما يرضى على أولاده يديروا في هذه الحالة الله ينجينا وينجيكم من مساخة الوالدين السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر